التأليف الموسيقي للأفلام، الموسيقى التصويرية التصويرية الحاجات اللي أنا عملتها همها إيه؟ أهمها طبعاً فيلم المصير المصير؟ آه، المصير، ده كان فيه مهرجان في جوهانس بيرج وخدت أحسن مؤلف الموسيقى في أفريكا يعني أنا بطل أفريكا زي الأهلي بالزبط ممتاز، أي لا، وفيلم المصير طبعاً رائع يعني هل فيه كان فيه تعاون بينك ومن كمال الطويل في هذا الفيلم؟ آه كيف يتعاون بي من الملحنين؟ من صاحب اللحن؟ السيد كمال الطويل طبعاً اتعاملت معاه ملحن عظيم طبعاً وأنا عين صغير كده فمعاه ملحن عظيم طب عمل أغاني بتاعت الفيلم وبالتالي أنا عملت موسيقى تصويرية خدت منه بعض الجمل الموسيقية من الأفلاق، من الألحان اللي عملها خلال الفيلم من الأغنيات بالفيلم يعني أنا متعلم دا من المؤلف العظيم أندري رايدر كان بياخد الأغاني بتاعت عبد الحليم ويعمل منها موسيقى تصويرية ونجد حتى اسمه على العديد من الأفلام الأديم كثيراً أخدت منه بعض الجمل الموسيقية ووزعتها أوركسترال يعني كانت بالاتفاق معاه طبعاً كان راضي عن المسيجة لها بنعود مع بعض وبقول له هعمل كذا، هعمل كذا، هعمل كذا وهعمل الجملة الفلانية إيه رأيك تعمل الجملة؟ الدين جملة من عندك؟ الدين جملة من عنده؟ أنت كنت صغير وقتها؟ تقريباً يعني وقتها طبعاً كمال الطويل موسيقى كبيرة كنت شاب صغير آه وكان موافق أنك تتعاون معه بهذا الشكل لأنه فيه تجارب قبل كده أسمعها يعني أسمعها عني يعني سمع حاجات أنا أعملها قبل كده بس ده شيء جميل جداً جداً يعني نتملة طبعاً أنه يتكرر طبعاً طبعاً فيلم اسكندرية نيويورك ده مع يوسف شهين برضو عملته موسيقى التصوير والآخر؟ والآخر والآخر آه وفيه أفلام كتير تانية بقى غير التات أفلام اللي مع يوسف شهين يعني